السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدات اخواني اخواتي اليوم قد نتكلم عن الادعاءات اللي كيتلقوها الصحف الجزائرية و كذلك معهم هذا كلب النظام ديال بن سديرة مفادوها ان في الزيارة الرسمية ديال وزيرة الخارجية الالمانية للمغرب تخلي الدولة ديالها وتراجع حول دعم ديال الاعتراف بمغربية الصحراء او دعم المقترح ديال الحكم الداتي تحت السيادة المغربية تفاصيل متيرا في هذا الفيديو ولكن قبل ما نبدأ وكنتمنوا منكم انكم تدعموا هاد القناة باللايك كذلك بالبرتاج والاشتراكات كما كتلاحظوا بلاركة تتعرف واحد سقطة غير مسبوقة بسبب قطرة البالاغات من الدوبة بالالكتروني و كذلك من الهجوم ديالهم لهذا المتسبعين الكرام كنتمنى منكم انكم ما تخلوش الى هاد القناة بدعم ديالكم المتواصل ودائما تحت الشعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة الا الله على بركة الله سندخلوا صورة بموضوع لكن قبل ما ندخلوا للموضوع ديالنا اول حاجة سنديروها هي اننا بغينا نشكروا لانفصاليين والجزائريين لنشروا الفيديو ديال صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله لان بالفضل ديالهم بينوا بالمغربة جنود مجندة وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله مواقع تواصل اجتماعي سواء داخل المغرب او خارجه تقلبات اعطات لهاد الانفصاليين اعطات لهاد الاعداء ديال الوحدة الترابية علاش كيقلبوا سواء عبر القنوات سواء عبر مواقع تواصل اجتماعي يعني التعليق سواء الهاشتاغات هدو هما المغربة المغربة اللي صف واحد يعني كنتوا بغين تديروا واحد الفتنة ما بين المالك والشعب دياله ولكن انقلب السحر على الساحر بفضلكم فرجرنا الحب ديالنا وفرجرنا الحب اللي في قلوب المغاربة للمالك ديالهم العظيم الحب ديالنا للملكية والمالك ديالنا كيضر هاد الناس هاد الاعداء نخليكم مع واحد غير نموذج من المغاربة والمغربيات اللي كيبروا بلادهم أنا لا بلوغرس ما انستغرامرس ما تشعر مغربينا في صباح شابت انستغرام وفيسبوك كل شيء عمر بفيديوهات المالك خذكم تعرفوا ان كل مغربة كينا على الكرة الارضية كانت سنو كلمة يقولها سيدنا في الأخبار مالكنا في اخونا في ابنا في حبيبنا والله وما كان يتيكلنا الدود وقصيم بالله يتيكلنا الدود من الأول نتا الخر وانا مني كنت صغيرة كنت اقول بابا ما كنت نشوف المالكة حياتي كلها ما تنقولها ما كنت نشوف المالكة وشدني ويعنقني غير في حلقة غير عنقني بكثرة المحبة وكثرة العزل اللي فيه وبكثرة مكان حماق علي كانت سطع لسيدنا ما كنت نقني في حلقة يقول إيه دعابي ما توقع إيه دعابي ما توقع بغير نسمع مالكنا تضرر ليه مقائف قد توازن دياله والناس قلتين يقولوا لا تنتضروا والله تكن تضروا حنا كنت قصهنا بكثرة مكان بغير أنا ما قدرش نشوفه فعلكك ما قدرش نشوفه أنا لا تتضرروا شيئا الله الوطن ومن بعد الوطن قلن المالك أما الإخوان الآن سنتقلوا لذلك كلب النظام هذا الصرصور الكابرانات اللي قال لك بللي وزيرة الخارجية الألمانية جاءت لقلب دارنا يعني جاءت لبلادنا للمغرب وقفو جه السيد ناصير بوريطا تراجعت أو تراجعت البلاد ديالها لدعم المقترح لحكم الداتي تحت السيادة المغربية نشوفوا الفيديو الإخوان ديال هاد كلب النظام ديال بنصديرها ومن بعد غادي نجاوبوه نبدأوا من المغرب الحبي الأبدي الصفعة كي تجي ربي كي يحب يفضح واحد وكي يبهد له الصفعة تجيها من داره يعني واحد كي يكون راضي بالرخص والطحين ومقتنع أنه مذلول وأنه ما يقدرش يرد الصفعة وما عندوش بش يرد بها أصلا لأن الموقف في إسرائيل اليوم خطير وخطير جدا في المغرب من هنا الملك يقول إحنا معيار صدقتنا مع الدول هو موقف من الصحراء المغربية هو يقول هكذا ويحل في فمو بعد كي يجي الصفعة ويعقي كما تقول الشائر ها وردا شغلو موت ها سمع مش رايي تقول وردا شغلو موت بالنسبة للصحراء الغربية لا يسعني إلا أن أؤكد على اتفاقنا على أن هذه العملية تقوم الصحراء الغربية شوش رايي تقول وزير الألمانيا بخصوص ملف الصحراء الغربية الغربية السحراء البوليزاري الغربية لأعود أن أخبركم هذه المغربة حتى سمعوها ب Londres أخبركم في المغرب لا تقلق RIgd في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في الجزيرة راقى عندكم في المغرب السحراء الغربية وبدأ في مو أمر كان واضح يخبروا بالله القضية السحراء الغربية السحراء الغربية هذه القضية مطروحة في الأمم المتحدة كما سمعتوا الإخوة من هذا المكله من هذا المعتو قال لي وزيرة الخارجية الألمانية في الزيارة ديلها الرسمية للمملكة المغربية الإمبراطورية المغربية علنات تخليها أو التخلي البلد ديلها والتراجعها لدعم اعتراف بلدها بمغربية الصحراء وأضاف هذا المعتوب باللي الوزيرة قالت الصحراء الغربية وأضاف قالب لهذا الكلام كان أمامه سيد ناصر بوريطة ووزير الخارجية المغربي وماقدرش أنه يتكلم يعني جد حتى المغرب وتراجعت على الدعم دي البلد على الصحراء المغربية والمغرب ماقدرش يتكلم وأضاف قلي بلي قالت الوزيرة أن هذا المشكل inspectionete للأمم المتحدة وأنها مع قرارة الأمم المتحدة هنا أخواتي المشكل عندهم هو الكلمة الغربية يعني منين قالت الصحراء الغربية صافرة ألبانية تراجعها للدعمها للمغرب شنو قيلت قيلت بلي الصحراء الغربية يعني esa en algún يعني نعرفوا بالليصحراء هنا هناك صحراء غربية و صحراء شرقية ما معلنا شد مشكل فى الصحراء الغربية هناا الصحراء اuda مقسمة استعمال ان هناك صحراء شرقية محتلة ناط Brooklyn و عد logي لا padron و حياتنا صحراء غربية و مغربية بدون طيب داخلما ا seam century حتى فى مصر كان هناك الصحراء blanc ايضاوت محتلة بوبوليساريو هنا كيف تقول perceive المزل عن البعال المز чудد الظالم المقترح للحكم الذاتي بالصحراء وتشهد بالإصلاحات الملكية كذلك عادي نشوف وكالة الأناظر شنو كتقول كتقول ألمانيا مخطط المغرب للحكم الذاتي أساس للوصول إلى حل النزاع الصحراء نحن كمغربة والمغرب مع قرارات الأمم المتحدة والملف داخل أروقة الأمم المتحدة ونحن نثمن ونزكي قرارات الأمم المتحدة فينا هو المشكلة عندك بنصديرها نحن كذلك مع القرارات الأمم المتحدة كما قالت وزيرات الخارجية الألمانيا بالعكس رأي الجزائر اللي عندها مشكلة ورفضات القرار الأمم المتحدة 26-0-9 رحب به المغرب ولكن رفضاته بلادك أو رفضاته يعني الجزائر إذن نحن كذلك مع القرارات الأمم المتحدة وألمانيا كذلك رأيها مع القرارات الأمم المتحدة والمغرب مع القرارات الأمم المتحدة إلا الجزائر ضد القرار الأمم المتحدة و ضد المغرب واليوم هي ضد ألمانيا لأن ألمانيا مع القرار الأمم المتحدة ماذا يقول القرار؟ القرار يقول للمقترح الذي قدموا المغرب الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل دومي صداقية وهو الأقرب إلى الحل هذه المشكلة عندما ينتقلون للموقع الرسمي من وزارة الخارجة الألمانية في حالة بيان مشترك جددت الوزيرة الألمانية دعوة الرئيس الألماني لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله شفتوا يا الإخوان ألمانيا كانت عرضت على جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و في هذه الزيارة يأكدوا و يعودوا الدعوة لملكنا الحبيب ماذا سيقولون في نقطة أخرى هذا المقال يمكن أن نصديره والإنفصالين أنهم يراجعوه و سأضعه في صندق الوصف يترجم هذا الكلام اتفاق الوزراء على إمكانيات إبرام اتفاقية بين المغرب و ألمانيا شرط التأشيرة بجوى الصفر يعني الخدمة يعني ألمانيا كتحيد التأشيرة للموظفين المغربين يعني الأعضاء ديال الخدمة ديال المملكة المغربية الموظفين ديال الدولة كتحيد لهم تأشيرة يعني كيمشوا الألمانيا بدون تأشيرة كذلك في نقطة أخرى وهذه النقطة المستشلة هي مهمة جدا قلت الوزيرة الألمانية فيما يتعلق الصحراء الغربية اكدت الوزيرة الاتحادية الألمانية دعم ألمانيا الطويل الأمد إلى العملية التي يقودها والتي تقودها الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي عملي وعادل يقود إلى حل طرفين وكتأكد كذلك الوزيرة الدعم ديالهم يعني دعم ألمانيا لقرار مجلس الأمن الأممي ستعوشين صفر جوج واللي رحبه المغرب بطبيعة الحال ورفضته الجزائر هنا نقطة أخرى مهمة جدا يا بنصديرة تعتبر ألمانيا الخطة ديالحكم الذاتي اللي اقترح المغرب المقدمة يعني من طرف المغرب سنة 2007 مجهود جاد وموثوق من قبل المغرب وأساسا جدا للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين هذا هو الموضوعية بنصديرة ممكن أنك ترجع للبيان وترجمه مزيان وتقراه مزيان لأننا غير اختصرنا أما يعني راه اللي فيه يزيد عصبك ويزيد يفقصك ويزيد يشعل لهي بالقراهية ديالكم للمملكة المغربية إخواني أخواتي احتل هناك نكون وصلنا النهاية لها الفيديو خصوصا هذا الفيديو 11 على أوسع نطاق تحية لكم كبيرة شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة